تحت شعار طبع وطابع أطلقت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي من جديد حملة لتشجيع عدد القراءة التي تمتد طوال شهر نيسان والتي تهدف من خلالها المؤسسة لتعزيز النسيج الثقافي والفكري بين فئات المجتمع من خلال عدة أنشطات تنفذها مؤسسة تامر معنا من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي منصق حملة تشجيع القراءة الأستاذ عبدالسلام نخلة للحديث أكثر في تفاصيل حملة القراءة السنوية الله صبحك بأل خير كيف أصبحت؟ تمام حمد الله وبداية الربيع؟ يعني إش جميل مبين عليك مبين عليك في الخضار أهلا وسهلا يعني زيرات تسليط للضوء على مؤسسة تامر وأعمالها كمان تكون مستمرة وحاضرة دائما عندنا في البرنامج لأهميتها وتأثيرها أيضا على فئات ومناطق مختلفة في فلسطين ومن هون منسأل عن حملة تشجيع القراءة وهي سنويا باعتبار هدف المؤسسة من طرح هذه الحملة بشكل سنوي حقيقة بداية شكركم للاهتمامكم في الموضوع يعني طبعا هذا الموضوع الثقافي مفروض يكون هم الجميع بصراحة لأنه الوضع كتير صعب الناس بجوز لازم شوية التفت لموضوع الثقافي والقراءة والكتابي لذلك بجوز السنة احنا بحملة تشجيع القراءة بالمجتمع الفلسطيني نحتفل فيها وصار عمر المؤسسة 25 سنة وبالتالي 25 سنة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة اللي كلها أنا بتصور بتصب في هدف واحد قداش نقدر نخلق جو اللي يقدر يساعد الناس على التعلم وجو عن جد يكون مشجع للقراءة والثقافي والمعرفي وبالتالي كل المحاولات خلال 25 سنة وكل محاولاتنا السنوية فيما يتعلق بموضوع تشجيع القراءة والكتابة بالمجتمع الفلسطيني هي بتنصب حول هذا الموضوع كداش يكون في جو في كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المدارس في المكتبات في المجتمع في الأسرة في العائلة عند الأطفال وعند كبار السن والآخرين حقيقة لا يكون فيه هناك جو اللي بحفز بشكل دائم على أن الناس تقرأ والناس تكتب والناس تحكي حكايات والناس تعمل الأنشطة طب تحكي بنا الشكل هذه الحملة عادة ذكرت الآن عن جهات ومدارس مهمة يجب أن توجه لها من العائلة للمدرسة للمجتمع فعلا أنتو بتستهدفوا هذه المناطق كلها ولا بتتوجهوا للشارع للعائلة فقط حقيقة هو ما يميز حملة تشجيع القراءة منذ انطلاقتها في سنة 92 هي كانت أنا بقدر أسميها حملة مجتمعية يعني هي حقا حملة تعتمد على الناس تعتمد على المجتمع ومؤسسات المجتمع هي تختلف عن أي مشروع يمكن المشروع يكون محدد بفترة بزمن ناس تشتر مشروع وفي عند تامر مشاريع قد تشتر سنة سنتين ثلاثة وتوقف المشروع بس حملة تشجيع القراءة هي أصبحت تكريس وبالتالي هناك شراكة حقيقية وتعاون مع كل المؤسسات الثقافية الموجودة بكافة المحافظات لما بحكي عن مدن عن مخيمات وبالتالي هذه الحملة تنطلق من الناس وهذا ما يميزها وهذا ما يميز استمراريتها استمراريتها بيعني أنه الناس لما يقرب شهر أربعة باتصلوا تلفونات يلا وينت بنا نبدأ نحضر عشان هيك في كل المحافظات الفلسطينية في هناك لجان تحضيري هم بيأجوا بخيارهم احنا بنبعد دعوات هم بيأجوا بخيارهم هم اللي بيخططوا للحملة هم اللي بيفكروا كيف نعمل الحملة بتكون جميلة في نابلس والخليل بيتلحموا لآخرين احنا بهذه الحملة أولا بنعيد النسيج ونعيد التواصل بين المؤسسات وكلهم بيشتغلوا لهدف واحد وانتوا جزء طبعا لما أنا بعمل مقابل بالفلسطينية فانتوا جزء من موضوع الحملة الإعلام جزء من موضوع الحملة لتشجيع القراءة وبالتالي كل المؤسسات بشهر أربعة هذا السنة بتعمل أنشطة وفعاليات ثقافية مختلفة كل واحد بعمل نشاط اللي بيشعر بأنه هذا النشاط جزء من مساهمته في تشجيع القراءة والكتابة وبالتالي هذا النشاط لأنه مرتبط مع الناس لأنه هدف الحملة للناس يعني تشجيع القراءة والكتابة هو عليها أن يكون في الميدان وليس شعرات فالناس اللي عم تحضر كمان لازم تحس حالا شريك هلا معنا في المقابلة وتتفاعل معنا وين بتشوف فيها مكان مناسب وهذا رح نحكي عنه كمان لقدام وين دور الناس ممكن يكون بشكل أكبر كل مرة وفي كل عام بتم اختيار عنوان وهي السنة طبع وطابع حكي لنا عن سبب اختيار هذا العنوان ولأيش بهدف حقيقة يعني السنة زي ما قلت حاولنا نربط ما بين 25 سنة على تامر وما بين الحملة راح ينعملها السنة مش بهدف أنه نحط يعني مش بهدف أنه ترويج لمؤسسة تامر مش بحاجة لنروج يعني الترويج بالمفهوم الاستهلاكي يعني بحكي عن ترويج بالمفهوم الثقافي نعم فحاولنا نشوف إيش اللي يتلاء مع 25 عام وإيش وطنيا كل سنة الحملة بتاخذ طابع فلسطيني وطني يعني حملة تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطيني هي حملة فلسطينية وطنية مش تركوا فيها كل الناس كل سنة بتاخذ طابع محور معين السنة لأنه في 25 سنة ولأنه في أخذنا فكرة طابع وطابع الطابع طبعا هو الطابع الفلسطيني الذي بقول هو ليس طابع الطوابع ليست شيء عابر الطوابع هي بتعكس ثقافة بتعكس حضارة بتعكس شخصيات ورموز علشان هيك الطوابع إشي بيظل إشي باقي لأنه بظل طابع ويتنقل وبالتالي خذنا فكرة الطابع حطينا شعار 25 سنة على طابع وفكرة الطابع هي مرتبطة بعادة القراءة إنه قدش في إمكانية عادة القراءة تكون وبالتالي حاولنا نمزج ما بين هالكلمتين ويكون فيه إشي مميز عشان هيك راح تكون في كتير ورشات للأطفال بتعيد وبتربطهم أكتر في موضوع الطوابع هم يصموا طوابع ويعملوها بس يصموا طوابع بناء على إيش بيفكرهم كل واحد شو لو بدوا يعمل طوابع أو لو بفضل يكون طوابع إيش بفضل يكون هل رمز من الرموز الوطني هل يحكي عن مدن فلسطيني هل يحكي عن الحضارة الفلسطينية محاولة دائما حمل القراءة هي في محاولة لإعادة بناء النسيج حقا ومحاولة كمان للتذكير فإنه فيه أشياء مفروض كطبع أو طبائع فلسطينية لازم نظرنا بحافظين عليها زي العوني وزي كنا نقول الكرم وزي الضياف اللي هي بتمتاز فيها المجتمع العربية والمجتمع الفلسطيني طب من هون بدي أسألك يمكن هذا كمان جزء من التجريع على الحمل بشكل أساسي سواء في الأطفال أو حتى في الكبار يعني من ضمن الحديث عن هذه الحملة هذا العنصر الأساسي فيها شو بتحكيدنا حقيقة أنا بالنسبة لموضوع القراءة هو موضوع عشان يكون فيه تحفيز للقراءة وتتجيع للقراءة عليه أنه يكون فيه إثارة العقل يعني وفيه تحدي لعقل الناس بغض النظر أيش الفائل العمري يعني الأطفال عندهم مقدرة كبيرة وجميلة على أنهم يفهموا الأشياء نحن الكبار نتوقع أنهم في عندهم مشكلة أنهم مفهموش الأشياء بس هم في بعض الأحيان بيفهموا أكتر مننا عشان هيك من الأهمية بما كان أنا أي وسيلة وأي طريقة يتم فيها التعامل مع الأطفال أن لا تستخفي عقولهم بل أن لا تتحدى عقولهم نقطة ثانية كمان أن نتعامل مع الأطفال في شيء من الاستكشاف يعني لازم نخلي الطفل يستكشف يعني أنا مش صاحب المعلومة ممكن تكون معلومتي اللي بعطيها للطفل مش كاملة ومش جاهزة ومعلومة تعبر عني بسي ما بتعبرش عنه عشان هيك لازم نترك جانب الاستكشاف لازم الأطفال يستكشفوا عالمهم إذا الطفل أنا بفكر قدر يستكشف عالمه هو بتعلم منه وبالتالي بضل موجود معه بسيطة يأخذ كل المعلومات الجاهزة مشكلتنا أنا بفكر بالمعلومات الجاهزة طالما فيه معلومات جاهزة أو أنه تتعامل مع المعلومات الجاهزة وبالتالي عشان هيك المدرسة تتعامل مع المعلومات الجاهزة وطالما تتعامل مع المعلومات الجاهزة إذن أنت ما تركلك مجال ولا تركلك مساحة لا تفكر ما هنم موجودات ما هي هذه النقاط أربع نقاط في مادة التاريخ أنا اللي بتروح أكتبهن في الامتحان فطالما موجودات بأخذ أربعة من أربعة بس إذا كتبت ثلاث بأخذ ثلاث من أربعة إذا كتبت خمسي ما حدش بطلع علي إذا حللت ما حدش بطلع علي إنت في عندك أربع نقاط تكتبهن وخلص فهذا يعود العقل على الكسل ويعود العقل عنه خلص طالما موجود إنت وكتير يعني بجزء رنت إنتي وحتلك مرات لما كان واحد يكتب أكتر الأسادس بعض الأسادس وشاء ولو ليش بتزيد إنت حط اللي إليك وخلص عشان هيك ما بنصب أنا بفكر أنه مسألة تشجيع القراءة والكتابي هي ليست مرتبطة في مؤسسة ولما هي مرتبطة في كل واحد بيحطي مجال للأكبار للشباب كمان للشباب وللأكبار مساحة لترك لهم مساحة لا يستكشفهم لأن المعلومات ما في معلومات صحة هذا برأيك إيش الفرق اللي بحدثه يعني إحنا تحدثنا عن أدئة أهميته ولكن إيش الفرق إيش ممكن نقول للناس إيش الفرق اللي ممكن أي أثر الفرق المهم اللي بحدثه لما يبقف في أي طفل فلسطيني بتسأليه سؤال بيقدر أجاوبك عليه لأنه هو مش بحاجة هو بحاجة بس لأنه تعلم في كل المدرسة في مهارة التحليل فبتسأليه أي سؤال بيجاوبك عليه أنتر بصير لما بيحكي سؤال سؤال نابع من التفكير ولكن أنا لما بحفظ أنا بقدر أردد لك اللي حفظته ففي أي خروج عن النص يعني أي خروج عن النص لأنه إحنا في المدرسة مثل ما قلت لك فأنت ملتزمة بالنص عشان هيك أي حدا بيخرج عن النص بس شو بيقوله عنه يعني هذا خرج عن الصف خرج عن الصف صح يعني هو خرج عن النص بس مرات اللي خرج عن النص يكون لديه قدر عشان هيك أنا دائما بقرأ إيشي بيقول أنه ليش إحنا بنقول أنه الأطفال بيكذبه لازم نقول أنه المساحة الموجودة مش مستوعب خيالهم عشان هيك هم بيطلعوا من الخيالهم إحنا بنعتقد أنه كذب بصدق المساحة اللي موفروا إياها أنا فهو ما بيكذب هو خياله وسيع فأنا بعتقد أنه الإشي الوحيد أنه أي حدا تشاهده من الطلاب تسأل يا سؤال بيعطيك إشي تحليلي مش بيعطيك إشي حافظه وبالتالي عشان هيك أطفالنا بترددهم بجاوبوش يعني بشكل صحيح بجذة تعملوا مقابلة بالشارع تغلب كتير لأنه ما شو بتقولك وبكون حريصي أقولك الإشي اللي بيعتقد أنه صح وبالتالي أنا بعتقد أنه كل ما كبر الواحد بصير يحكي شو بدهم الناس وبطل يحكي شو بده هو إحنا بنعلمه إحنا الكبر بنعلمه احكي شو بدهم الناس مش احكي شو بدك أنت كل ما كبر شوي بصير يلغي مشاعره ويلغي أحسيسه ويلغي تعبيراته عشان يقول أفلان بحبك وهو ما بحبه معناها زي ما أنت قلت في البداية المشكلة مش عندهم مشكلة في الناس كمان اللي بتتفاعل معهم أكبر وهلأ وأنت عم بتحكي بفكر أنه فيه أمثلة كتير حاضرة حولينا أنه دائما إحنا متوقعين الإجابة ومستناها إذا حكى أي شيء آخر معناها مش صح أو الأهل بشعروا أنهم مستحين ونحرجوا وأنه يعني وكأنه فعلا هو إجابة بطريقة خاطئة يعني يعني بتخيل هاي محاول مهمة من هون سؤالي وين فعليات الحملة يعني عودة بالحديث عن الحملة أي محافظات وأي مناطق بتستهدف إذا هي بتخلق هذا الأثر والفرق بتشجع على هاي المساحة حقيقة هو هذا الحكي هو مش مرتبط فقط بالحملة هو مفروض يكون مرتبط في مسيرة مؤسسة تامية المسيرة اللي بتشتغل طول السنوات وطول السنوات على هالموضوع موضوع الاستكشاف لأنه ورشي ونشاط هو قد يكون مفتاح لذلك إحنا نشاطاتنا اللي تنطلق يعني من اثنين أربعة واحد أربعة بعد النشاطات هي بكل المحافظات الفلسطينية بالضفة وغزة وكي فيه كمان نشاط في حيفا نشاطين كمان في حيفا هناك الأنشطة كلها بتصير بالمحافظات بشكل مركزي وفيه أنشطة بتصير بالمكتبات المجتمعية الموجودة بكرة وموجودة بمخيمات يعني فيه العديد كثير من الأنشطة الأنشطة هي أنا بعتبرها أنشطة مفتاحية طالما المؤسسات وافقة تكون في شراكة وفي أنشطة هي هالي بتبني علاقة جديدة مع مؤسسة تامية بتبني علاقة جديدة مع أطفال يعني فيه عنا بثنين أربعة مجموعة من كل المحافظات رح تنتق الحملة بأنشطة للأطفال هي عبارة عن دعوة الأطفال لأنه كل واحد من الأطفال من جيب مواد كل واحد من الأطفال يتخيل لو هو بده يقرر فيه الطابع إيش بيحب يكون الطابع فهو بيقسقس الطابع اللي بده يياه اللي هو مرتبط فيه عشان هيك لندن بقول أنت اتركي المساحة على الأطفال وخليهم بالمفهوم الشعب يخبصوا هذا مش تخبيص هذا هو يعبر فيه عن حاله وبالتالي اتنين أربعة رح يكون أنشطة بكل الضفة هي بانطلاق الحملة رح يكون عندنا عروض للحكاية كمان بمختلف المحافظات الفلسطينية حكي حكايات فلسطينية وشعبية من الناس الموجنين بالمناطق ومن حكواتي رح ينرفوا بالمناطق في عندنا عروض لنخل الشبر من السنة عدنا نخل الشبر اللي يكون هو الانطلق تامر من خلال نخل الشبر وجوازات الصفة للقراءة في عروض عندنا هذا ما تذكروا على أيام ما أنا كنت كتير صغيرة هناك عروض لنخل الشبر في مجموعة من المحافظات اللي نخل الشبر رح يحكي لهم كمان حكايات ويحكي عن التحفيز هنا ميزة نخل الشبر مثلا هنا هي الميزة اللي تتعامل مع الأطفال بشكل معكوس يعني بمعنى آخر ما بتتعامل للأطفال وتستهين بقدراتهم ولكنه دائما بيطرح حلول مجنوني وبالتالي هم بيشجعوا أنه فيه مكانين تكون حلول لازم أنا أكون فقط أوافق على الحل اللي بفرضوه عليه الكبار بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة اللي عملت لها مكتبات في المدارس في كل عام كان يكون فقط بنحصل في أسبوع واحد هذا العام على مدار شهر نيسان إيش الإضافة بالنسبة لكم وليش تم تنبيد الفترة السنة قررنا نعمل العروض بالمحافظات وبالتالي عشامات تضارب العروض بالمحافظات مدنا على مستوى الشهر فيه مناسبتين كمان إحنا كمان إن شاء الله بس يعني يكون مستمر في معرض فلسطيني دولة الكتاب بيأتي بشهر أربعة وبالتالي بتكون جزء من الأنشطة هناك وفيه عندنا مهرجان نوار نسان اللي بنعمله إحنا وبلدية رام الله والسرية ومركز الفن الشعبي ومجموعة من المؤسسات الثقافية على مستوى مدينة رام الله كمان بآخر نسان كمهرجان للأطفال وبالتالي قلنا إنه خليها تكون المدة شهر وبتعلم نعطي مجال بدل ما نضغط في أسبوع وبتمنى إنه ما نكون إحنا مرات بيساءل فهم لما يكون أسبوع القراءة معناتهم نعمل أسبوع القراءة وخلاص أو شهر القراءة الفكرة إنه هذول الناس نظن مستمرين في كل المحلات إنه نعطي مساحة لأولادنا ويعبروا عن حالهم وكونوا همي قديش من قدر نساعد أولادنا يحافظوا على إنه يكونوا نفسهم لأنه إحنا بطن نفسنا يعني كثر ما ما بتعرض للإنسان لما في مساحات ما في مساحات فتضطر بصيروا الناس يجاوبوا كل واحد شو بحب يسمعه فصلا عندنا فن في طريقة فلان بحبك أنا بحكي معاه بالطريقة هذة فهم بنبسط مني حتى لهم مش مقتنع أنا الفكرة البولة عن جد الإنسان طالما بظل طول حياته يبحث عن حاله فنترك مساحة للأطفال للطلاب شوي ليستكشفوا يستكشفوا عالمهم يستكشفوا الجسمهم يستكشفوا عندما أعطيهم كل المعلومات ما أريد أن أخذهم أنا أقول هنا المربط الإستكشاف ضروري أن نترك مساحة مهمة جدا في المناهج في القصص في الكتب في طرحنا للأولاد نترك لهم مساحة يعني الآن يمكن الأهل كمان بفكروا أنه قديش هاي المساحة مهمة يمكن أن أسألوا حالهم هاي الأسئلة أنا قديش بيعطي لأولادي هاي المساحة وهون ممكن يحس الفرق أنه بكتشف أنه هو مش معطي إشي هو بدي يكون ابنه صورة عنه يعني ولكن بعمر وفئة مختلفة إيش بتشوف دور وين بتشوف يعني في هاي العملية وين بتشوف دور الأهل أنه هل توجيه مهم هل تغذية الراجعة معهم مهم نقاشها أو إعطاءهم مساحة يعني كيف ممكن إيكوين ممكن نكون دور الأهل الفعال بالإضافة لإعطاء المساحة حقيقة لهو دور الأهل أنا بفكر هو دور الأساسي لأنه منبع وبدايات التنشئة الاجتماعية بتبدأ من الأسرة وبالتالي كل ما يحدث داخل الأسرة كل ما يحدث من نقاش ومن حوار بين الأم والأب والأولاد والآخر هو اللي بيطلعوا فيه للعالم عشان هيك أنا بفكر مهم جداً الأب والأم يعني يكون في عندهم هذا الوعي لقصة الاستكشاف اللي بيحكي عنه وبالتالي يعني قديش إحنا بنطلع إحنا وولادنا نمشي يعني أنا بقول الأب بسيطة وما بتحتاج لأي واحد يكون يعني نحن مرات منقول لازم واحد يكون أمي ومش أمي يعني بيقرأ ولا ما بيقرأ بيقدر يمشي هو أولاده وإذا ما شاء هو أولاده فيه مليون سؤال بيطلع بالطريقة هذه الأسئلة طريقة الإجابة عليهم وطريقة أترك مجال للأولاد إنهم استكشفوا اثنين أولادنا ما بيطلعوا النسخة عننا لأنه الزمان هم راح يكون غير الزمان وبالتالي ما يتوقع ثلاث اللي بده يساعد ابنه بشكل حقيقي حقا يعني ما يضغط كثير عليه عشان يجيب علامات العالي لأنه ماشي يجيب العلامات العالية بس يضغط كمان عشان يكون شخصيه عشان الولد عجل يكون عنده ثقة بحال إذا الولد والبنة عندهم ثقة بحال وشخصيتهم قوية ما تخاف عليهم راح يتوظفوا بسرعة بدون قصة الشهاد لأنه هو بيقدر يستكشف هو بيعرف أنه لما يروع الجامعة بيعرف أنه أنا رايح لأنني أنا ميخف قرار بس يعني بين تجارب الآخرين الناس بتروع الجامعات هو مش عارف شو بده بدرس لأربع سنين وهو كمان مش عارف شو بده بعدين بيكتشف أنه ما فيه شغل بعدين بيرجع الجامعة يعمل ماجستير هو بعمل ماجستير لأنه ملكاش شغل هو عبارة عن بعايش أزمة فهو بأجل أزمته عشان شو ما يدرس ديمقراطية بدرس حقوق بدرس أي شيء بدرس ليه لأنه مش عارف ويعتقد بأنه شهادة الماجستير هي الحل بعدين شهادة الدكتوراه هي الحل وكله بزير عشان هيك أنا بفكر حتى لو اتخذ الطفل قرار بس يكون قرار نابع منه عشان يقدر يأخذ قرار لازم يكون عاش المساحة وبدأ يطلع حوالي ببدأ يستكشف كل هاي الأمور فالأم الأب ينبغي موفره هذا العالم أنا بفكر هذا العالم مش بوجهة نظرهم وعالم الصح أن الولد لازم يطلع على المدرسة الصبح ويرجع ونام ساعة 8 ونص ويسحسن مش القوانين مهم القوانين ولكن كمان القوانين فيها جزء من النقاش والحوار فأنا بفكر الحل هو عالم الاستكشاف كيف يستطيع يستكشفوا حالهم عشان يبنوا شخصياتهم وانت بجزء مش عارف وانت بتبني ابنك ومش بتبني لابنك احنا دائما بنا نعمل كل شي لأولادنا بنا نبني لهم بدهم بتجوزوهم بدهم بس انت ابني ابنك خلص هو حاله بقدر اتفل بعرفش هذا يعني اقدرش اقول احساس يعني اكتر منه بجزء ما بقدروش بقى مش عارف مش عارف يعني انا بتخيل دائما نقاش ممتع معاك لانه دائما كمان فيه من نهج العمل من عمل التعامل مع الاطفال بشكل اساسي وهي بتبدأ من امور صغيرة يعني احنا بللشنا نحكي عن قديش مهم نشجع اولادنا على القراءة وانتهينا في كيف انه كمان احنا لازم نبني اطفالنا ونساعدهم وهذا جزء مترابط ومتكامل انا بشكرك على هاي المداخلة في هذا الصباح بتمنى لكم التوفيق في حملة ترجيع القراءة اللي كمان الناس تقدر تكون شريكة فيها رح تكون متوزعة في محافظات ومدن مختلفة وفي مكتبات مؤسسة تام اللي هي منتشرة بكل فلسطين شكرا كتير لكم واكيد رح نكون حاضرين معكم شكرا يعطيكم العافية رح ننتقل الى فاصل في مقطع يوتيوب بنشوف شو حضرنا لكم في هذا الصباح ورجعين نكمل معكم خليكم معنا